عليكم السلام. في محاولاتهم ليجالي اصل من القرآن الكريم لما يسمى بالسنة كالعادة يختطعون جزءا من الآية ثم يؤولون المعنى فعلوا هذا في قول سبحانه وتعالى وما اتكم الرسول فاخذوه وما نهوكم عنه فانته وقالوا اتكم الرسول يبقى الاحاليس. طب فين الحاليس قال لك اللي اعملها البخاري طب فين البخاري ده متوفة ساعة 256 يعني بعد النبي بمئتين سنة واكتر لكن يقول لك هو ده خلاص. وما اتكم الرسول يعني اللي ايه اللي في البخاري يبقى خذوه وما اناكم عنه اللي رسوله في البخاري وفي الشافعي وفي جلو يبقى سبوه الله الله. طب ما نقرأ الآية من اول يا اخواته. الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر يقول ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربة واليتام والمسكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بدل اغناء منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شجد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ريارهم واموالهم يبتقون فضل من الله ورضوه الله في سورة الحشر لا يا سبع وثمان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الفي الفي هو ما يفئ الى بيت المال بدون حرب ويتحدث عن توزيح هذا الفي يقول لك ما فأضاع رسول منها القرى فا لله وللرسول وذو القربة واليتامة والمسكين وابن السبيل كلا يكون دولة بدل اغناء منكم وما اتاكم الرسول في التوزيع ده فاخذوه وما انهاكم عنه ان انت تطمع في ما لا سلك فانته وبين انتقوا لهذا رسول العقاب وبين دي ذو حلمين اللكت الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم وابتقادهم الله ورضوه الله الى اخر الايات اذا الاية تتحدث عن الفي لا علاقة لها على الاطلاق بحكاية الصنة اللي بقولوا عليه ودليل كده ايضا ان نفس الموضوع ان المنافقين كانوا يطمعون في اموال الفي هم كانوا اغنياء والله سبحانه وتعالى في سورة التبوة في الاية 55 والاية 85 منع النبي من ان تعجبه اموالهم واولادهم ومع انهم كانوا اغنياء الى اخير ولكنهم كانوا يطمعون في ان يأخذوا ما ليس حقا لهم والله سبحانه وتعالى قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضو ولم يعطوا منها ذو المسخة وبعدين بعد كده قال انما الصدقات دول الفقراء والمساكين قال لا وزع الصدقات بحيث انهم الاغناء دول مش لهم حق فيه اذا هو نفس الموضوع الذي جاء في سورة الحشر جاء في سورة التوبة عن توزيع الفيء او توزيع الصدقات وعن ما يؤتيه الرسول من هذا وذاك يبقى يتاخذ وما ينهى ان انت تطمع في ما ليس لك اذا لابد ان تنتهي ايه علاقة بالسنة؟ اشتركوا في القناة